على أرضية الملعب البلدي لقلعة سراغن استقبل فريق الاتفاق المراكوشي ضيفه الراسينغ الرياضي برسم الأسبوع التاسع والعشرين من البطولة القسم الوطنية الثاني نوايا أهل الضارة ظهرت باكرا في أكثر من مناسبة بحثا عن الهدف الأول لكن من دون جدوى في مشهد أول لم يشهد محاولات كثيرة ولم يرقى لمستوى التطلعات خلال المشهد الثاني لم يتغير واقع الحال كثيرا رغم الفرص التي ظهرت بين الفينة والأخرى بحثا عن الهدف المنشود سواء لفارق اتفاق مراكوش أو لفارق الراسينغ الرياضي لتلفظ المباراة أنفسها بالتعادل السلبي بدون أهداف قمنا بواحد المجهود اللي كنشكر عليه أول حاجة الدراري يقام بواحد المباراة مش سهلة وبالخصوص احنا في واحد المرشابة اللي صعب كيف كيف نقوله رعب حلا لعبين على الطيوح وكم بغير نشكر لعابة اللي كي قدموا أحد المباراة جميلة جميلة جدا رغم المعاناة ورغم الظروف اللي كنعيشوا مقابلة مكان سهلة يعني مقابلة مصرية بالنسبة لنا ولا لهم الحمد لله كنا جينا نايا عازمين على أننا نحقو نتيجة دل تلاشة النوقات والفوز الحمد لله مش سهلة نايا ولكينشان نقطع يعني في الصالح ديانا من أجل ضامن البقع في القسم الوطني تشاني تعادل جعل فريق الراسينج الرياضي يضمن رسميا بقاءه بالقسم الوفني الثاني بعد بلوغه النقطة الحادية والثلاثين فيما تعادل جعل فريق الالتفاق المراكشي يعانق النقطة السابعة والعشرين بمركز الرابع عشر حيث تأجل حسم بقائه من عدمها حتى الدور الأخيرة من القسم الوفني الثاني اشتركوا في القسم